شيء مؤسف جدا برضو عايزين نعرف حضراتكم معلومة مستجدة كمان النادي الاهلي تقدم بشكوى الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه بسبب التصريحات التي تضمنت تحريضات علنية ضد فريخ النادي الاهلي اثناء تواجده في السودان وايضا تسخين الاجواء بين جماهير الهلال التي قامت بالاعتداء على رعيب النادي الاهلي وجهازهم الفني قبل وبعد المباراة حاول رئيس الزمالك في تصريحات ان يلوح لجماهير السودانية بالمخالفة للحقيقة ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم يجامل النادي الاهلي ورفض حضرهم لهذه المباراة ويعلم رئيس نادي الزمالك وكل الاندية المشاركة ان كاف هو من قرر اقامة المباراة المشار اليها بدون جماهير لان ملعب الجوهرة الزرقاء التي تقام عليه هذه المباراة لا تتوفر فيه شروط السلامة التي حددها الاتحاد الافريقي كما قامت ايضا قناة الزمالك ببث الاتهامات والادعاءات البطلة لبعض وسائل الاعلام والصحف السودانية بحق النادي الاهلي بهدف الاساءة الى تاريخه طالب النادي الاهلي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين بحق المتجاوزين حرصا على وحدة الصف وعدم حدوث فتنة بين جماهير كرة القدم المصرية يعني بث المؤامرات والتسخين والحاجات اللي زي كده بتهيألي لا تصح لا تصح أبدا يعني مش معقول لما نيجي نتكلم بحاجة زي كده الواحد قبل ما بينطق بحاجة بيشوف برضو الكلام ده يتناسب مع القيمة بتاعته القامة بتاعته الكيان بتاعه ولا لأ لما انت تتيجي في سنك ده تبقى بني آدم لك قيمة وتبتدي تحرد ده شيء صعب جدا انا بتكلم في العموم شيء صعب وغير مقبول ويتنافى مع الرياضة وروح الرياضة والغرض من فكرة الرياضة في العالم كله وعلى الصعيدة التاني هرجع اقول تاني انا حزينة لان زي ما انت قلت مصر والسودان احنا كنا حاجة واحدة مصر والسودان يعني زي تقول وطن واحد دولة واحدة واحنا عندنا كم من السودانيين يعني موجودين في مصر وعايشين ما بيننا وبيشتغلوا يعني اولادهم بيتعلموا هنا وغيره وغيره مفيش اي فرق فبرضو دي مش مفهومة ليه حاجة زي كده تؤثر بعد كده على علاقات بين دولتين ملاش اي قيمة ولا اي لازمة الحاجات دي بشي وبطبيعة الحالي نهواندي يعني عشان كل اللي احنا بنتكلم فيه وعشان العلاقات دي تاريخية ومبنية بالكامل على المحبة المتبادلة بين الشعبين اكيد مش هنسيب قلة او البعض او شخص واحد يعمل حاجة عكن على الواقع ده وده واقع من قديم الازل ولكن فكرة حتى تعكير الصفر غير مطلوبة والمصلحة مين وعشان ايه في نهاية الامر بس يا كريم انا هرجع اقول تاني وحناخدها كده وحنأكد على النقطة دي دي سلوكيات افراد مش هنقول ان ده اكيد توجه دولة اكيد احنا مش ناس يعني اكيد دي سلوكيات افراد معينة وناس محدودة لانا بتكلم فيه تاني وحنأكد عليه لما انا الاقي سلوكيات بهذا الشكل سواء خاصة بالملف السياسي او العلاقات ما بين دولتين او حتى الرياضة على يعني اللي هو زي ما بتقال كده السبيل او المنظور الصغير فكرة بس الرياضة انا كدولة مفروض ابتدي اخد اجراءات ده اللي انا بتكلم فيه انا ما قلتش ان السودان هي اللي عاملة ازمة دولة اتكلم بعض الافراد اللي بينتموا لهذه الدولة او المحسوبين على هذه الدولة فهم للأسف ورطوا الدولة دي في علاقات او ورطوا الدولة دي في مشكلة فهم مسئولين مسئولين ان هم يحسنوا ويبدي فيه محاسبة انا ده اللي بتكلم فيه فاتمنى ان شاء الله الملف ده يتم تداركه باسرع شكل لان كده صعب جدا بصراحة احنا زعلانين وعايز اقولك على فكرة برضو الحق يقال على السعيد التاني في ناس كتيرة ناس كتيرة من السودان انا شفت تويتات فعلا كانوا مستقيم من اللي حصل اكيد اكيد طبعا ما تشكك والحق يقال عشان ننجيش النهاردة بس ايه نقول كلام والناس تفرح بيه خلاص لا خلال نقول الصورة بشكل كامل في ناس كتير جدا كانت ضد البعض او الناس الاقلية اللي عملته قالك لا دي مش اخلاقنا طبعا ما نستهلش ان احنا نبوز الدنيا كده او يبقى العلاقات ما بيننا متوترة بهذا الشكل فعلى كل حال انا وسعيدة جدا كاهلوية بالاجراءات اللي اتخذها النادي الاهلي ننتظر بقى الكاف ونشوف ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية لكن احنا متبعين ومش هيبقى فيه تنازل ابدا عن حقنا لان السلوكيات دي مش بتضر بس الرياضة في السودان او في مصلا بتضر حاجات كتيرة جدا فاحنا اكيد مش هنسمح بدها نقفل بقى الملف ده كريم